قال مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن اليوم الأربعاء أن الترتيبات جارية لعقد جولة مفاوضات جديدة بين طرفي الصراع في اليمن بشأن ملف الأسرة والمعتقلين هذا الأسبوع دون ذكر مزيد من التفاصيل وفي وقت سابق الثلاثات تحدث مسؤول ملف الأسرة لدى ميليشيات الحوثي عبدالقادر المرتضى عن تلقيهم بلاغا من الأمم المتحدة بشأن تأجيل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بالأسرة والمعتقلين إلى أجل غير مسمى وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت من جانب واحد الجمعة الماضية تلقيها دعوة من الأمم المتحدة لحضور مشاورات جديدة بشأن الأسرة تبدأ يوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمان فيما لم يصدر أي تعليق من طرف الحكومة الشرعية والأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر